مبادرة مهمة جدا يعني خلينا نتكلم عن برنامج لا أمية مع تكافل وما اشتمل عليه البرنامج من مبادرة تكافل وكرامة طبعا وحب أعرف يعني المستفدات عدد المستفدات من هذا البرنامج قد إيه طيب إحنا عندنا في البرنامج تكافل وكرامة عندنا مشروطيتين عشان الصرف وعشان ست تستمر في الصرف مشروطية تعليم ومشروطية صحة مشروطية التعليم إن أولادها بيحضروا في المدارس بنسب معينة وبينجعوا ومستمرين في الدراسة عشان تستمر في الصرف ومشروطية الصحة أن الستة دي نفسها هي أسرتها بتعمل في الوحدة الصحية تشيكا بكل ثلاث شهر على الأقل على حساب الوزارة وكنا لازم كمان نقفل دايرة مشروطية التعليم بأن احنا كمان نمح أمية المستفيدة نفسها يعني ما نشتغلش بس على مشاريع الأسرة بكلها بالكامل الوزارة طالما ما بتتدخل في مبادرة أو في مشروع أو في شهر تدخل تدخل عميق شوي مش تدخل صفحي أو من بره لا إحنا بتدخل تدخل عميق شوي بنشتغل عليه فكان لازم نشتغل على كمان مستفيدات تكافر وكرامة وأسره الفكرة أن أنا عندي نسب تقريبا أمية في تكافر وكرامة من المستفيدين حوالي 62% وإذا رقم كبير في العداد اللي موجود خاصة أنه أن أنا عندي قواعد بيانات أو دات البيانات لازم تصرف معي فبالتالي أنا عندي قواعد البيانات وعند داتا دي من السيدات بس ولا من الأسرة كلها؟ لا الأسرة كلها رقم كبير جدا فعلا آه طبعا رقم كبير جدا فكان لازم نستهدف القصة ديته ونشتغل على هذا الأمر بشكل جيد خاصة أنه أنت مهما تعمل تدخلات تنموية ومهما تشتغل على رفع الأسرة لازم كمان تتعلم الأسرة عشان تبضامن أنها هتعرف تستطيع أن تنتقل من حال إلى حال تستطيع أن تدير حياتها بعد كده صحيح لأن تعليم النقد في مصر ما عادش دعم نقد لازم يكون مشروط ومحدد المدة الأول كان دعم نقد غير مشروط وغير محدد المدة مدى الحياة دلوقتي لأ لازم يكون مشروط بشروط تنموية ولازم يكون محدد بمدة زمنية أتأكد أن الأسرة انتقلت الحال حال تطلع وتخش الأسرة تانية ده عظيم جدا وكويس موضوع الشروط ده مبدأي يعني مسألة الحفاظ على الصحة وفي نفس الوقت تعليم الأبنية طيب مع صرف الدعم النقدي احنا متأكدين أن هذه الأسرة من الأسرة الأولى بالرعاية إذن الموضوع الصحية هل هي مجانية ولا فيها فلوس وكذلك تعليم الأولاد هل بيصرف لهم مثلا دعم مادي شهري البزارة بتتحملها طبعا يعني فيه 80 120 120 140 ده الابتدائي لإعداد السنو 100 جنيه شهريا للطفل في الابتدائي 120 و140 طب بالنسبة للمصروفات المدرسة لا كل ده مع في حضرتك بقرار من البزار يعني كل أبناء مستفيدة كافر الكرامة مع فيه من الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية بالإضافة لما تقدموا ده الوزارة من دعم أصلا مستلزمات العملات التعليمية نفسها ملابس وشنوات مدرسية ويمكن أحيانا كمان بيبنعان مكلفات الخدمة العامة المجدين في الوزارة بيدفعوا شوية في فكرة المجموعات الدراسية اللي بتشتغل مع الولاد في الجامعيات الآلية وإزاي نحافظ شوية على أن هم قادرين يمشوا مع المدرسة طبعا طب تعظيم جدا عايز أولوح ذاك على حاجة هو الدعم المادي تقريبا قديه السيدة لو السيدة نفسها ربعمائة خمسة وعشرين آه يعني المسألة مش بتقتصر على ربعمائة خمسة وعشرين يعني في حالة إن ولادها كمان موجودين في المدارس ففكرة حتى برضو مش الميك جنيه كمان اللي حضرتك بتتكلم عنها ده فيه كمان اللبس بتاع المدرسة معافين من المصاريف المدرسية الشنط أدوات المدرسية كل ده الوزارة بتتكفل بي طبعا لضمان استمرار الدعم استمرار الدعم استمرار الصرف الدعم مش الاستحقاق يعني من حيز المبدأ لأ ده مش شرط استحقاق تمام مش شرط بش شرط استمرار استمرار الصرف النفسها لازم يكون هي الشرط التنوية اللي تتحطى على الدعم النقد